اشتركوا في القناة الخاص بتسجيل الأطفال اللي في سن التمدرس يعني يلا السنة الأولى امتدائي حتى دابا خصوم في الأمور العادية كانت تاخذ الميلة فتشدي المدراسة باش تقييد الأبناء ديالك ولكن دابا هتكون غير تسجيل إلكتروني هالخدمة خدمة تدبير تسجيل الأولي بمنظومات ما صار خدمة إلكترونية موجهة إلى الأباء والأمهات وأولياء الأمور تمكن من تسجيل الأولي لأطفال مستوفون لسن تمدرس يتم بمقتضاها نزع الصفة المادية على الملف الوراقي كما قلنا في السابق للتلميذ وتعويضه بملف إلكتروني يمكن من تدبير عملية تسجيل الأولي بمنظومة ما صار لطالب تسجيل الأولي يتعين مسك البيانات متعلقة بالمعلومات الشخصية ومعطيات الحالة المدنية الخاصة بالتلميذ بإضافة إلى المعلومات الخاصة بالأب والأم أولي الأمر وكذا اختيار مؤسسة التعليمية التابعة لمنطقة السكنة بعد التحقق من تاريخ الازدياد ومحل السكنة تتم المصادقة على طلب تسجيل أولي أو رفض طلب تسجيل مع الإدلاء بأسباب الرفض عدم الاستفاء السن القانوني أو عدم مطابقة مؤسسة مع محل السكنة في كلا الحالتين يتم إشعار الأولي يتم إشعار أولياء الأمور بوضعية طلب أوتوماتيكيا عبر البريل الإلكتروني أو عبر رسائل نصية في الهاتف المحمول هنا كنقوم بهذا وهذا هو الموقع هنا عمي تسجيل هنا كنضغط على هذه الأيقونة الزرقاء التسجيل الأولي بمنظومة ما صار هكذا هنا كننأخذ الأكاديمية مثلا نأخذ أي أكاديمية مثل أكاديمية الدار بايداستات كننأخذ النيابة مثلا نيابة أعمالة مورايرشيد هكذا كننأخذ الجماعة جماعة مثلا سيدة عثمان أو مورايرشيد نأخذ سيدة عثمان نأخذ نوع التعليم يعني عمومي ماشي خصوصي الخصوصي أو عمومي نأخذ عمومي مستوى أول أول أبتدائي نأخذ المؤسسة هناك يعطيك مؤسسة تابعة للجماعة أي مؤسسة نأخذ المؤسسة الابتدائية ابن تيمية ها هي إذن هنا أدخلنا المعلومات الخاصة بالمؤسسة هكذا والجماعات هنا معلومات شخصية للتلميذ نأخذ التلميذ هناك تضغط على هذا المكان خاص بالصورة هكذا تحميل الصورة هكذا ونحمل الصورة هنا نسب نسب بالفرنسية الإسم بالعربية الإسم بالفرنسية التلميذ ذكر أو أنت هنا معلومات الحالة المدنية تاريخ الزياد الهجري هذه الأمور نأخذها من الحالة المدنية أو عقد الزياد تاريخ الزياد الميلادي مكان الزياد رسم ويادة رقم السنة الهجرية السنة الميلادية هذا الطفل آباه أو والده هو جده هو وأمه اسمها وجده لأمه اسمه هكذا هنا المعلومات خاصة بالأب وعولي الأمل هنا نضغط هنا الأب هنا الأم نملأ المعلومات الخاصة بالأب رقم بطاقة وطنية الإسم بالعربية نسب بالعربية الاسم الفرنسي نسب بالعربية هنا يوجد خطأ في الكتابة هنا الاسم بالعربية والاسم بالفرنسية ليه الاسم بالفرنسية والنسب بالعربية مهنة الأب العنوان البريد الإلكتروني والهاتف ثم نضغط على الأم هنا نملأ معنومات الأم وفي الآخر نضغط على حفظ الطالب هكذا حفظ الطالب الأيقونة التي في الأسفل بالأزرق هذا سهل جدا والسلام عليكم وحطبات عروكاتو اشتركوا في القناة